ومن تونس ينضم إلينا ضيفانا العميد خليفة الشيباني المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا والدكتور رضا لاغا عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أهلا بكما معنا في حصة مغاربية أبدأ معك عميد خليفة الشيباني بداية ما رأيك في اختيار رئيس الجمهورية المستشار رضا غرسلاوي لتسيير وزارة الداخلية هو في الحقيقة معناها اختيار سيادة رئيس الجمهورية لسيير وزارة غرسلاوي هو اختيار صائب باعتبار أن سيير وزارة غرسلاوي هو معناها أحد الإطارات الأمنية الكفأة أولا ثانيا هو قريب من مؤسس رئاسة الجمهورية بالتالي معناها في إشرافه على هذه الوزارة السيادية الهامة هو في قراءة واضحة إلى متطلبات المرحلة وخاصة الاستراتيجية التي سيتبعها سيادة رئيس الجمهورية في المرحلة القادمة نهيك وأن معناها وزارة الداخلية هناك قرار هام اتخذ بأعفاء اتخذه السيد الرئيس الجمهورية بأعفاء المدير العام للمصالح المختصة وهو جهاز المخابرات الهام في تونس والذي كان يترأسه شخصا معناها موالي لرئيس الحكومة السابق هشام المشيشي والذي قام سيد توفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق بإقالته إلا أن سي ريضان مشيشي سي هشام المشيشي تولى إعادة هذا المدير العام وإقالة وزير الداخلية في اعتقادي وزارة الداخلية هي أحد المفاتيح الهامة في الحياة اليومية والأمنية التونسية وفي اعتقادي أن هذا الاختيار صائب ولنعلم جميعا أن وزارة الداخلية كانت محل تجاذبات وكل الأحزاب وخاصة حركة النهضة سعت إلى السيطرة عليها نهيك وأن وزيرين في تاريخ الوزارة لم يكونا قريبين من حركة النهضة وهم الوزير الداخلية السابق لطف إبراهم ووزير الداخلية السابق سيد توفيق شرف الدين هؤلاء لم يكونوا معناها موالين فتمت إقالتهما في تاريخ الوزارة اعتقادي قرار هام وهناك عديد القرارات التي أعتقد أنها في الساعات القادمة وفي الأيام القادمة ستكون معناها في مفاصل هذه الوزارة الهامة في تونس سخاصة في هذه المرحلة التي تعتبر أحد أولوياتها هي الأولوية الأمنية نأخذ رأي الدكتور ريدا لغا ماذا عنكم أنتم سيد لغا في حركة الشعب كيف تنظرون لأن يبدأ الرئيس قيس سعيد التعيينات بوزارة الداخلية في حين كان ينتظر منها أن يسمي رئيس الحكومة وهل يمكن القول الآن بأن وزارة الداخلية قد تحررت من قبضة النهضة مساء الخير أولا أشكرك على هذا السؤال السيد رئيس الجمهورية في مستوى الخطوات الطبيعية التي ينتظرها عامة الناس كان المتوقع كما قلت هو أن يعين رئيس حكومة ولكن الظرف دقيق وحساس وربما اختيار الاسم الذي يمكن أن يكون هو الذي يعبر عن هذه المرحلة الدقيقة يبدو أن الأمر صعب إلى حد ما فرئيس الجمهورية تحرك ضمن مسلكية قانونية تحترم مقتضيات الدستور أولا انطلق من الفصل الثمانين باعتبار أن هناك إكرهات خطيرة تجابه الدولة التونسية الأولى خطر داهم والثاني عدم جاهزية الدولة لمواجهة هذه المخاطر فبعد ذلك اتخذ إجراءات استثنائية الآن يعزز هذا التوجه الدستوري بالفصل تسعة وثمانين بأداء اليمين لأن أداء اليمين هي حيثية ضبطت في مستوى فصل تسعة وثمانين من الدستور ويلجأ أيضا إلى الأمر خمسين من سنة 1978 الذي ينظم حالة الطوارئ وبالتالي يمنح صلاحيات لوزير الداخلية لكي يقوم بعملية الإقاف لكل المشتبهين في ملفات الفساد إذن رئيس الجمهورية يتحرك بذكاء رئيس الجمهورية رجل قانون يفهم ما يفعل ويتحرك انطلاقا من هذا الضغط تعلمون أن هناك ضغط داخلي هناك من يتخوف من الانتكاسة التي تتعلق بالمسار الديمقراطي وفي الخارج أيضا كل الأصدقاء تونس يلاحظون هذا الذي يحدث في الداخل التونسي وهناك مصالح تتقطع وبالتالي رئيس الجمهورية ليس مجرد هاوي للحياة السياسية رئيس الجمهورية هو رجل الدولة الأول يدقق في خطواته حتى يضع كل الملاحظين سواء في الداخل أو في الخارج ضمن هذا المسار فيكون المسار دستوريا بامتياز ويصب في مصلحة الشعب التونسي عميد خليفة الشباني لرشد الغنوشي تصريحات قالها في مقابلة أجرتها معه الصحيفة الإيطالية كوريارا دي لسيرة قال إذا تم تشكيل حكومة من دون موافقتنا إذا لم يتراجع قيس السعيد عن قراراته لا يمكننا ضمان ما سيحدث في تونس وقال أيضا سوف ندعو الشارع للدفاع عن الديمقراطية أسألك هنا كرجل وكخبير أمني كيف تحلل هذه التصريحات؟ لا هي هذه التصريحات معناها فيها تحليل أمني وفيها تحليل سياسي في الجانب السياسي خليني نبدأ بالجانب السياسي هذه تهديدات ليس لها أي معناها مشروعية هم دائما معناها يهديدون الشعب التونسي بأنهم أما أن يبقوا في الحكم وأن يستقر الحكم لهم أو أننا سنذهب إلى حرب أهلية هو ليس قادر على تحريك الشعب التونسي هو له مجموعة من المريدين على طريقة على الطرق الصوفية ليس له أتباع هؤلاء لا يتجاوزون 10% من الشعب التونسي الشعب التونسي قال كلمته وكل التهديدات لن تخيفنا التهديد والتوجه إلى الخارج بدعوة أنهم حماية الديمقراطية وحماية الدستور هم لم يحترموا أول فصل في الدستور وهو حق التونسيين في الحياة وحق التونسيين في القوت هذه مجرد تهديدات وهي رسائل موجهة إلى الخارج في الداخل الشعب التونسي قال كلمته والقائد الذي كان يبحث عنه الشعب التونسي وجده في الرئيس قيس سعيد 85% من الشعب التونسي هم وراء قرارات الرئيس قيس سعيد و80% من الشعب التونسي مدة 3 أشهر هم لا يريدين راشد الغنوشي وأتباعه ولا يريدين هشام المشيشي بالتالي تهديدنا بالشارع وأنا أتحدث هنا بصيفتي كأمني ولا بصيفتي كمواطن هذا لا يخيفنا الشعب التونسي لم يعد له ما يخصر وحتى التهديد بأن الهجرة السرية سوف يذهبون معناه هو يهدد معناه في تصريحه إلى صحيفة الإيطالية هكذا الفزاعة متاع الهجرة السرية والفزاعة متاع الإرهاب اللي باش تضرب أوروبا ما هو صحيح الهجرة السرية حتى كي كانوا يحبوا همه التوانسل كلها هناك من هاجر سرا وهناك من هاجر علنا اليوم تونس تعرف هجرة الأطفال في عصرهم هم عرفنا هجرة الأطفال في عشر سنوات عرفنا هجرة الحوامل عرفنا هجرة الأدمغة عرفنا الأنواع الكلة متاع الأجر بالتالي هاته دي دات هذية ظهر حتى في خطابهم همه متو اليوم يطلق واحد من عضوهم من كتب التنفيذي يحكي في لغة هناك تبادل للأدوار اللعبة انتهد العبث انتهى تونس مصطفى وراء قائدها الجديد ونحن في مدة في حاجة إلى منقض المنقض هو الرئيس قيس سعيد وهو أستاذ القانون الدستوري الذي لا ينتظر درسا من أحد الديمقراطية في تونس يصونه الدستور وهم انتهى عبثهم بالدولة والآن كلهم وشعب التونسي يطالب اليوم وفي مقدمة أولوياته محاربة الفساد وخاصة المحاسبة ثم المحاسبة ثم المحاسبة أما التهديدات بالوضع الأمني هو ليس ناطقا رسميا بشم الشارع التونسي ولا يمثلوا شيئا في الشارع التونسي وحتى كان في السنوات السابقة تحصلوا على شيء ليس لأنهم أقويا ولكن لأن الطبقة السياسية في تونس غير متعدة وقد نخرتها الزعامتية أرجو في المرحلة القادمة أن الطبقة السياسية في تونس تكون لها مزيد من الوعي وأن تكون قريبة من الشعب التونسي أما تهديداتهم ليس لهم مشروع حكم هما لهم مشروع معناها متاع مزرعة في تونس مشروع متاع غنيمة مشروع متاع انتهازية انتهى والشعب التونسي قالت كلماته في يوم الاستقلال الثاني يوم 25 جويل نعم هنا أريد أن أسأل الدكتور رضا لاغة يعني عن ماذا تبحث بالضبط حركة النهضة حكمت تونس لأكثر من عقد من الزمان ماذا قدمت دعني أولا أعلق على ما صرح به راشد الغنوشي رئيس برلمان تونس هذا التصريح هو تصريح تحريضي يتضمن دعوة غير مبطنة واضحة وصريحة للاقتتال ليس فقط في الداخل وإنما هو يخاطب أيضا الأصدقاء ودول الجوار والاتحاد العوروبي الذي له علاقة تاريخية مع الدولة التونسية إذن نحن هنا نتحدث عن راشد الغنوشي باعتباره يعبر عن صورة المرشد العام للتنظيم الإخوان المسلمين العالمي وليس على رجل مؤسسة دستورية عارقة في مستوى الأداء الديمقراطي وبالتالي ينبغي أن تضبط مخرجات القول الذي يصدر عنها بما يتوافق مع هذا المنجز وهنا بين قوسين أنوه إلى أن مكتب حركة النهضة أصدر بيان وقال فيه أنه تم تحريف تصريحات راشد الغنوشي من قبل بعض المواقع بصرف النظر عن دقة ما ورد ولكن أنا تبعت ما قاله باللغة الأنجليزية وأستطيع أن أفهم السياق العام السياق العام هو سياق فيه نوع من التشنج ويتنزل خارج السردية السياسية لأن السردية السياسية تقوم على العقلانية وتقوم على تدبير الأمور وتقوم على استقراء الوقاع حركة النهضة الآن هي في أزمة داخل المشهد السياسي التونسي هذه الأزمة ناجمة في الأساس لأن كل الذين وجدوا في مستوى قيادة حركة النهضة لم يفهموا الدرس لم يفهموا بأن هناك محور استراتيجي يتشكل داخل تونس يقوده السيد الرئيس الجمهورية ومن ورائه حركة الشعب والأحزاب الديمقراطية العريقة فعليا التي رأت بأن هذا الإجراء الذي قام به السيد الرئيس الجمهورية هو إجراء تصحيح وليس انقلاب للأسف الشديد هناك بعض من النخبة التونسية تطبل وتردد كالببغاوات وتقول بأن ما حدث هو انقلاب هذا تصحيح للمسار وهذا المسار هو في جوهره ديمقراطي وأنا في هذه المناسبة على الأقل من منظور ومن موقع الانتماء إلى حركة الشعب أريد أن أطمن الدول الشقيقة وبهذه المناسبة أيضا أريد أن أشكر المصر العربية العزيزة التي قدمت إعانات وهذا ليس غريب والمملكة العربية السعودية والجزائر وأشكر الولايات المتحدة الأمريكية اليوم العالم كله يتابع في تونس هذا البلد الصغير ولكن له موقع جيوء استراتيجي حيوي فهي التي تعتبر تونس هذه نقطة تقاطع بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وكلنا يعلم أن الخبراء العالميين في أمريكا أو في أوروبا يقولون بأن سنة 2030 هي الوجهة ستكون إفريقيا لأن إفريقيا هي التي تستطيع أن تعافي الاقتصاد العالمي وتونس هي التي تفتح على الجهات الأربعة للبحر الأبيض المتوسط المغرب استوفى شروط هذا الحراك التنموي الذي قام به ولكن المنجم الحقيقي هو تونس يفتح على ليبيا التي تذهب في اتجاهها الديمقراطية ويفتح على إفريقيا وبالتالي تونس تصنع الحدث وقيس سعيد يصدع الحدث اليوم ولأجل ذلك نحن نريد أن نقول من هذا المنبر الشريف والمتميز أن لا خوف على الديمقراطية نحن لن نترك المسار الديمقراطي يحيد ويزور عن أهدافه ولكن نحن دعما وسنظل دائما نتوجه لهذا المسار ويكون السيد قيس سعيد باعتباره رجل قانون قبل أن يكون الرئيس جمهورية هو الذي يقود هذه السفينة لأن السفينة عندما يمسكها أكثر من مقود لا تستطيع أن تعبر عباب البحر وقيس سعيد بتكونه القانوني والفقهي يستطيع أن يؤمن هذه الرحلة الشاقة للشعب التونسي الذي ينتظر الكثير من الحرية والكرامة ضمن دولة رعاية الاجتماعية وليس ضمن دولة المفيت والمحسوبية والفساد بالحديث عن الفساد هنا أعود مرة أخرى للعميد خليفة الشباني فتح ملفات وقضايا متعلقة أما بالتمويل الحزبي الفاسد الاغتيالات السياسية الفساد الإداري والمالي في هذه الفترة ضمن الحالة الاستثنائية أهمية هذه الخطوة وبرأيك من سوف تقتلع ممن يوجدون في المشهد اليوم لا هو تونس يمكن في عهد نظام الرئيس المرحوم الراحل زين العبدين بن علي كان الفساد جزءا من الدولة اليوم أصبحنا في دولة فاسدة اليوم أصبحنا في دولة تقودها مافيات كل مافيا مختصة في ميدان معين وصلوا حتى إلى غذاء الشعب التونسي اليوم قال رئيس الجمهورية قال أن 13500 ملاد من المليمات واعتقد أنها أكثر قد نهبت في العشر سنوات الأخيرة لا أحنا دولة متاع الوصوص دولة متاع الوصوصية عندك أحزاب هي عندها الوصوصية عندك ناس متخذة من البرلمان الذي من المفروض أن يعبر على أمال وتطلعات الشعب التونسي ملاذا آمنا لتشريع الفساد والتهريم لكن هل يمكن ملاحقتهم هل يمكن ملاحقتهم ومحاسبتهم في هذه الأوقات ستتم ملاحقتهم انطلقت ملاحقتهم ستتم ملاحقتهم وسيحاسبون هذا هو مطلب الشعب التونسي اليوم هؤلاء الفاسدين الذين لبسوا طورا معناها جبة الدين وطورا جبة الديمقراطية حركة النهضة التنظيم الإخواني ما هي علاقته بالديمقراطية لا علاقة له بالديمقراطية اليوم حتى المتغيرات الإقليمية انقلبت اليوم ليس 2014 اليوم هناك المتغير الداخلي في تونس الشعب التونسي الكل اليوم لا يهمه الدستور ولا تهمه الديمقراطية الديمقراطية في تونس تحولت إلى فساد قراطية إلى تفاهق قراطية الشعب التونسي في حاجة إلى استعادة وطنه استعاده يوم 25 جولي واستعاد عمقه العربي هؤلاء الناس كانوا تحت رعاية الراعي العثماني نحن اليوم عادت علاقتنا مع مصر العروبة عادت علاقتنا مع دول الخليج الشقيقة اليوم وزير الخارجية السعودي موجود هنا في تونس اليوم الأشقال عربوا كلهم في تونس هؤلاء الناس لا يشبهوننا وهؤلاء الناس ليسوا من ملح الأرض وليسوا من عشب هذه الأرض التي نعيش فيها لن يخيفوننا بالأمس واليوم وغدا والشعب التونسي وراء رئيسي وتسعين في المئة من الشعب التونسي معهم وهم وغيرهم سيحسبون أكبر كارثة أصيبت بها تونس هي الفساد ماذا جنينا في وقتهم؟ أحسن ترقيب هو أننا الأوائل في كورونا ثم الأوائل في فتح القبور نحن أصبحنا دولة متسولة في عهدهم أصبحنا دولة معناها دافعة لأبنائها وأدمغتها إلى الواحد خربوا تونس تونس لم تعوش في خطر دهم تونس في فترتهم عرفت الدمار الشامل على كل المتساويات التعليمية الصحية الاقتصادية كل شيء دمر في وقتهم وسيحسبون نقطة أخرى هناك من شاركهم الحكم طيلة ثلاث سنوات وأتحدث هنا على تحية تونس يجب أن يحسبوا اليوم أشاهد العديد من الأحزاب في تونس تريد أن تقفز من السفينة يجب أن يحسب الجميع من أجرم في حق هذا الشعب يجب أن يحسب أدركنا الوقت تماما أشكركم جزيلا العميد خليفة شباني المتحدث الرسمي باسم وزارة الدخلية سابقا ودكتور رضا لاغا عضو المكتب السياسي لحركة الشعب شكرا جزيلا لكم